بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي المشاهدين خناة الآل في برنامجكم مالك وكتابة يقترب الأهلي فتشتدوا الحرب في دور اللي بالي بالك واللي عيني عينك إبراهيم أهلا بكم عزيزي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم مالك وكتابة حلقة الأثنين والمهندس عدلي فاجئن اللي بالي بالك واللي إيه؟ عيني عينك واللي عيني عينك جاي متأخرين شوية من المطر لكن إن شاء الله صهرانين معاكم النهاردة لغاية الساعة واحدة ومضطرين نصهركم معنا لكن أعتقد كله في حب الأهلي هنا يا بشمانس مؤكدوا في كله أنك تيجي على انتصارات وتيجي على أن الأهلي يصبح مصيره تقريبا في إيده وفي إيده فيما يخصه لكن اللي زعلانين من كلمة بره الملعب شايفينها أو لا مش شايفينها أكيد شايفينها لكن النهاردة الحقيقة للأهلي عدة مكاسب كبيرة الأهلي كسب أربعة وخسر اتنين كسب أربعة بأهداف جميلة جدا في مرمى بيتروجيت ولعله أو هو فعلا الفوز الأكبر للأهل السنادي كان أعلى فوز للأهلي قبل ما تشل النهاردة كان على المقصة ثلاث أهداف النهاردة الفوز الرباعي هو الفوز الأعلى السنادي لكن كمان جملة مكاسب كبيرة صحيح أن الخسرتين تمثلة في حصول كريم ندفد اللعب الرائع على الإنذار الثالث ومن ثم يغيب على لقاء القمة 30 مارس وأيضا إصابة حمد فتحي بشد في العضلة الخلفية خرج على أثارها لكن إن شاء الله بكرة هيخضع للفحص الطبي وأشاع عشان تبين حجم درجة الشد إيه وإيه المدة اللي ممكن يغيبها حمد فتحي نتمنى إن شاء الله إنه يتم تجهيزه من هنا لمباراة القمة بشوانس إن شاء الله عندنا وقت بإن الله نستعيد بعض النجوم المهمة وأعتقد إن الأهل دلوقتي بقى عنده البدائل والنهاردة مبروك لرامي ربيع وليد أزارو وليد أزارو طبعا بس رامي طبعا وليد أزارو يعني جاء فيه توقيته المناسب جدا بس رامي أنا مهتم جدا كان عايزين نشوفه في الملعب عشانه هو بقى المدة كبيرة برا الملعب وكان يحتاج لهذه الإطلالة وربنا طمن عليه إضافة كبيرة ولكن صفقة الشتاء المدوية جونر أجاي يستمر في إحداث الفارق والحقيقة اللي بيعمل الفارق دلوقتي إلى أداء الجماعي وشخصية الآلي التي بدأ يستعيدها بقوة الظبط النهاردة إنت بتلعب حيجي يقولك أصل اللجوان دي متكرارة خلي بالك إرجع للجوان اللي جات الأسابيع اللي فاتت تحركات معلات لكن اللي حيجي يقولك أصل بيتروجيت النهاردة يا ما فرق كانت مش في حالتها واللي قدامها أيضا مش في حالتها بالضبط فمش عايزين التفسير يعني يروح في اتجاه أصل بيتروجيت هو كده السناد إن شاء الله كله مش في حالته كل فرق هتلعب الأهلي والأهلي في هذه الحالة هيتقالك أصل الفرق التاني مش في حالته أصل عنده غيابات وكأنه هي فعلا الكلمة اللي صخروا مننا كنا النادي الوحيد اللي بيقولها كل الفرق ما فيش فرق ما تقولكش الإجهاد ما فيش فرق أي ده النهار ده الإجهاد ده طب ولا في معادها بقى هيجي معادها لكنه عايز أقول لحضراتكم إنه الأهلي بكرة يتمرن الصبح إن شاء الله ومساء هيتسافر بإذن الله إلى الكنغو عشان يلعب يوم السبت فيتا كلاب الكنغولي المباراة مهمة جدا إن شاء الله تعادل الأهلي فيها يحسم الكثير من فرص التأهل عن هذه المجموعة في دور الأبطال الفوز يحسم المسألة تماما لسه كمان عنده مباراة مع شبيبة السورة الجزائري هتبقى يوم 16 في برج العرب بإذن الله وبالتالي أعتقد مكاسب النهار ده كتيرة أولا أنت تسافر الكنغو في مباراة مهمة بمعنويات عالية وعمل إنذار رباعي لفيتا كلاب إن أنت تستعيد بعض العناصر أصحاب الكفاءة العالية والجهزية المهمة يعني لما يبقى مروان محسن كلاعب فيرود هدافة مهم جدا يرجع بعد هذه الغيابات شارك في المرشات الأخيرة بس النهار ده كمان بيسجل وبتظهر بصمته في الأداء الهجومي وليد أزارو أيضا يحصل على هذه الفرصة بعد غيبة حوالي شهرين حنلاقي بقيت الرامي ربيعة زي ما المهندس عاد لأشار أحمد فتحي القلب الأسد اللي إن شاء الله تعالى عودته تدعم قوة الفريق وزي ما قال عنه الجمعة فعلا هو روح الفريق بإذن الله عودة أحمد فتحي وعم قريب عودة وليد سليمان يستعيد الأهل كل هذه القوة العنيفة باشوانتس قوة مؤسرة ولما كنا بنقول لهم غيابهم مخالي الأهل في هذا المشهد من عدم الفاعلية وفقد بعض الهوية وإن رجوعهم حيشكل إضافات نقدر نعتبرها من صفقات الشتاء ما كانش فيه ناس يعني مقتنع لكن أعتقد أن الكل مقتنع دلوقتي أن عودة نجمة بعد فترة غياب طويلة هي صفقة مؤكد صفقة لكن اللي أنا عايز أقوله أنه كمان لما نشوف الأهداف يا أستاذ إبراهيم في المطشات المختلفة كان فيه ربط من شوية زكي من المخرج جاب لنا جولين شبه بعضها بالضبط واحدة عملها أجاية لجيرالدو من اليمين واحدة من الشمال وأعتقد أن تبسيط اللعب باللمسة واللعبة والحركة جون بتاع ماروان نموذج للحركة نموذج استلم وسلم وجري عشان جيرالدو يحط لمسة يعني معلول يلعبها بالعرض وجيرالدو هيئها وهو يلعبها كل ده من لمسة ولعبة لمسة ولعبة ولمسة لعبة جون عبقري وتنفيذ محترم يدل على أن الجهاز الفني النهاردة مؤكد سعيد لأنه لما يستعيد أو يشوف التقلق بتاع ماروان محسن وكريم ندفد أعتقد كريم استحق التحية كريم كريم النهاردة عندما تشوف لسارتي في المؤتمر وهو يشير إلى زعله من فقدان كريم المباراة الجاية تعرف حجمه اللي وصل له كريم ما هو أدوار أدوار بتؤدى وتروس شايف اللعبة شايف اللعبة علي معلولي الحقيقة ما شاء الله ما شاء الله شوف علي لعيب صاحب خبرة بيلعب الكرة المناسبة في اللحظة المناسبة بالطريقة المناسبة ودي أصعب وأسهل كرة في العالم وأمتع أنك تعمل المفروض منك بطريقة تبني أنها سهلة جدا وهي عايزة تمكن وعايزة فكر وعايزة شخصية فوز النهاردة فوز خويس لكن كمان يعني على طول على طول طبص تلاقي قرارات تطلع تسير الجدل وتطلع تخليك يعني الكابت نساعد على الحافظ هنتوقف عند التصرحات ونحللها إذن بهذا الشكل الرائع يمكن محمد عود الراجل كان واقعي جدا بعد المباراة وقال للأهل صعب أنا لعبت عملت اللي عليها لكن كان لازم أن الناس كلها تعرف مواجهة الأهل مثلا مش سهلة بهذه العناصر من اللعبة العالية جدا لصرتي كمان بهذا الفكر الهجومي الجريء والضغط جدا على الجميع اللي بيدي إشارة للجميع الأهل رجع والخايف يروح